السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسوا ليشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعوم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة والأساسية في اللغة الإنجليزية وهو relative pronoun ضمير الوصل أو ضمائر الوصل باللغة الإنجليزية مثل باللغة العربي لدينا الذي التي الذين اللواتي أيضا باللغة الإنجليزية لدينا هذه الكلمات تكلمنا فيديو سابق عن استخدام where when whose نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام who whom who بمعنى الذي وهم أيضا بمعنى الذي أو التي على حسب إذا كان الفعل مذكر أو مؤنث تابع معايا نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات التي تتعلق بضمائر الوصل باللغة الإنجليزية كما نعلم كلما تمرست وتمرنت على استخدام هذا الضمائر تصبح أكثر طلاقة في استخدام اللغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة نتعلم كيف نستخدم who وهم ونأخذ تمرينات في نهاية الفيديو لكي نتدرب أكثر على استخدامهم who home طبعا الو لا ننفظة فقط نكتبها وأيضا هنا نفس الكلام who هو بمعنى الذي أو الشخص اللي الشخص اللي عطاني الكتاب وهكذا إذن الذي أو احنا نقول في لغة الدارجة اللي أيضا هوم بمعنى الذي أو أيضا اللي أو اللواتي أو الذين على حسب الشخص إذا كان مذكرا أو مؤنث أو مجموعة أو ممكن نقول أيضا التي تعتمد على الشخص who تستخدم مع الفاعل إذا كان نتكلم عن subject الفاعل نستخدم who هوم نتكلم عن المفعول به يعني الشخص الذي تلقى الحدث إذن هنا the door of the action يعني فاعل الحدث إذن door of the action فاعل الحدث وهنا the receiver of the action إذن متلقي متلقي الحدث يعني هو المفعول به object إذن هنا عدنا subject عندما نتكلم عن الفاعل وهنا عندما نتكلم عن object يعني المفعول به إذن أول نقطة يجب أن نعرف ترجمتهم كما قلنا الذي الذين على حسب إذا كان مفرد أو جمع أو مؤنث أو مذكر أيضا نستخدمها مع الفاعل وأيضا هنا مع المفعول به النقطة الثانية يجب أن نعرفها نستخدم who وهم نسميها ضمائر وصل لماذا؟ لن توصل جملتين يكون عندنا جملة أولى وجملة ثانية هاتين الجملتين نوصلهم بضمير وصل إما هو إذا كان فاعل نتكلم عن الفاعل هم إذا نتكلم عن المفعول به من جملتين تصبح لدينا جملة واحدة تحوي هاتين الجملتين ويكون الجملة الثانية تتحدث عن الفاعل بالجملة الأولى يعني تعطينا مزيد من المعلومات عن هذا الشخص بكل حالتين إذا كان مفعول به أو إذا كان عندنا فاعل طبعا نسميها adjective close يعني عبارة وصفية أو نسميها relative close إذن adjective close أو نسميها كما قلنا relative close لأنها تتحدث أو تعطينا مزيد من المعلومات عن الفاعل أو تعطينا مزيد من المعلومات عن المفعول به إذن لاحظ لدينا هذه الجمل نتعلم كيف نستخدم هو وهم كما قلنا لاحظ لدينا جملتين بالنسبة له this is the man يعني هذا الرجل he took our cat يعني أخذ قطتنا بدلا ما نكتب جملتين نكتب كجملة واحدة نكتب الجمل اللي أولك كما هي this is the man هذا هو الرجل بدلا عن he نستخدم هو هو ونكمل الجملة كما هي who took our cat يعني هذا هو الرجل الذي أخذ قطتنا لاحظ the man هو الفاعل الفاعل الذي قام بأخذ القطة يعني هو من قام بالفعل يعني the door of the action هو فاعل الحدث this is the man who took our cat هذا هو الرجل الذي أخذ قطتنا أو اللي أخذ قطتنا اللحظ هو تشير أو تعطينا معلومات عن الرجل أي رجل إذن مزيد عن معلومات الرجل الذي أخذ قطتنا لذلك نسميها هذه الجملة أو النصف الثاني من الجملة نسميها relative close إذن عبارة وصلية يعني وصلت الجملة الثانية مع الأولى بضمير الوصل هو بحالة الفاعل بينما هوم كما قلنا بحالة المفعول به لاحظ أيضا لدينا جملتين this is the girl أيضا نكتبها كما هي this is the girl هذه هي الفتاة لحظة جملة الثانية I need to see her أحتاج أن أراها معاتوا الفتاة هذه وقع عليها فعل الرؤية بهذا الحال لا نستخدم هو نستخدم هوم إذن نكتب هوم الفتاة لنعطي مزيد من المعلومات لكن بهذا الحال أريد أن أراها إذن حالة المفعول به نحذف الضمير ها ونستبدله ب ضمير الوصل هوم وأكمل الجملة كما هي هوم I need to see التي أحتاج أن أراها لاحظ هنا ترجمناها التي أو اللي أحتاج أن أراها أو meet ها يعني أقابلها لكن هنا عندما أستخدم هوم نحذف الضمير في نهاية الجملة لأننا نقول هوم هوم لاحظ هنا يوجد فاعل بعد هوم يوجد فاعل هو مباشرة يأتي بعدها الفعل هنا أصبح ذماني عن الفاعل هنا subject الفاعل وعدنا verb وعدنا تكملة الجملة بينما هذه مباشرة عدنا فاعل وفعل وعدنا تكملة الجملة يكون عدنا المفعول به استخدمنا بداله الضمير هوم بينما بحالة الفاعل باشرة الفعل لكن هنا لاحظ استخدمنا i i هو الفاعل يعني بعدها مفعول به بيكون عدنا هوم وهار هو الضمير اللي حذفنا استخدمنا بضمير الوصل هوم يعمل خص الكلام هو بدلا عن الفاعل لاحظ أو تعطي مزيد ملومات عن الفاعل بينما هوم تعطينا أيضا مزيد معلومات عن المفعول به إذن ننتبه عندما نضع هوم ضمير حالة مفعول به نستبدله إذن عندما نضع هوم ضمير هار نحذف يعني إذا كان عندنا مي هم هار الضمير هذا نعرف حالة مفعول به نحذف لأن استبدلنا بضمير الوصل هوم وننتبه هوم فاعل الحدث وعندنا هوم مفعول به يعني متلقي الحدث نأخذ مزيد من الأمثلة مزيد من الأمثلة أيضا ما ننسى هوم وهم مع العاقل يعني مع الناس تستخدم لنستخدم مع الأشياء في عدنا ويتش وذات نستخدم مع الأشياء أو النباتات أو الحيوانات لاحظ أمثلة The writer wrote this story is kind يعني الكاتب اللي أو الذي كتب هذه القصة هو أو يكون لطيف اللحظ بعد الفراغ استخدمنا فعل الفعل يحتاج إلى فاعل بهذا الحال نستخدم هوم نستخدم هو يعني الكاتب الذي كتب هذه القصة يكون لطيف هي كما قلنا جملتين The writer is kind الكاتب لطيف وأيضا جملة الثانية He wrote the story هو كتب هذه القصة نضعها في جملة واحدة باستخدام الضمير هو لحظ لدينا فعلين الفعل wrote والفعل is عند إذن نحتاج إلى ضمير وصل هو The man drives The car is strong الرجل الذي يقود السيارة يكون قوي أيضا عندنا بعد الفراغ تلاحظ في عندنا فعل الفعل يجب أن يكون قبلها فاعل عند إذن استخدم هو The man هو الرجل الذي يقود السيارة يكون قوي لاحظ كما قلنا هو تستخدم للفاعل الفاعل الذي يقوم بالفعل ذمان معته هو الذي تعود على الرجل ذمان is strong الرجل قوي لكن نعطي مزيد من المعلومات على الرجل هو drive the car الذي يقود السيارة أيضا الكاتب يكون لطيف أي كاتب الذي كتب هذه القصة إذا ننتبه يكون لدينا فعلين وهو يكون بعدها فعل مباشرة يعطي مزيد معلومات عن الفاعل الرئيس في الجملة لاحظ المجموعة الثانية هي أصلها شاهدته في الحديقة أيضا جملتين لكن الضمير هم حذفنا نستخدم بداعا عنه هوم أيضا الذي لاحظ هوم بعدها يجي فاعل وبعدها فعل المفعول به يكون عندنا هم ضمير بحالة مفعول به نحذفه نضع هوم بدنا عنه لاحظ موجود فاعل وفعل بينهن مباشرة بعد هوم نستخدم الفعل مباشرة بعد هوم يكون عندنا فاعل وبعدين فعل يعني مفعول به حذفنا واستبدأ بضمير وصل أيضا هذا الرجل أخبرتك أيضا عنه أيضا نلاحظ هم لكن هم نبدلها بضمير الوصل هوم هوم لاحظ ما جاء مباشرة بعدها الفعل جاء الفاعل هوم اي تولد يو اباوت الذي اخبرتك عنه أيضا هوم بحالة المفعول به لن تخبرنا عن الرجل الذي اخبرتك عنه الرجل وقع هنا في حالة المفعول به بين هنا الكاتب والرجل وقع بحالة الفاعل عندئذن استخدمنا هوم بهذا الشكل الهين درسنا لهذا اليوم نتكلم عنه وبحالة فاعل بحالة المفعول به أيضا هي بمعنى الذي او الذي وهوم نفس المعنى وحده بحالة الفاعل وهوم حالة المفعول به ونستخدمه مع الناس او الاشخاص بهذا الشكل الهين درسنا لن أتمنى قدمت شيء الفايدة اذا عجبكم الفيديو هتنسون اشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء وضع لك الفيديو اللي يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته